في كل بلدان العالم عندما تكون الجماهير هي الساندة لك سيكون حليفك الفوز أو التتويج باللقب وهذا ما حصل في ليلة النهائي فبوجود أكثر من ثلاثين ألف مشاهد من رجال ونساء وأطفال اكتبت بهم مدرجات ملعب المدينة الدولي في العاصمة الحبيبة بغداد منذ ساعات مبكرة لمشاهدة نهاء غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية انطلقت صافرة لقاء الختام الذي جمع أسود الرافدين بغيفهم العنيد الإيراني بداية حذرة لكل المنتخبين سادت معظم أوقات الشوط الأول قبل أن يخطف الفريق الضيف هدف الأسبقية وسط غفلة من الدفاعات العراقية رافقه هدوء تام للجماهير الحاضرة في الملعب ومع دعاء هذه المرأة الكبيرة الطاعنة بالسن تعادلت كثة المباراة بقدم لاوندي واشتعلت معها أفراح ورقصات جماهيرنا ومع انطلاق الشوط الثامن واصل أسودنا ضغطهم الهجومي المكثف عبر طلعات متواصلة كاد منها أن يحرز لاوندي هدف التقدم لكن محاولته ارتطمت بالقائم الأيسر الذي تعاطف مع الضيوف لتذهب المباراة إلى خوض ركلات الترجيح التي بدى فيها لاعبون وكأنهم في حصة تدريبية فتارة نشاهد واحدا يسدد بثقة ويؤدي معها رقصات السامب الشهيرة وآخر شامخا بشموخ العراق حتى تعاطف القائم معنا معلنا ضياع الركلة الإيرانية لتأتي بعدها لحظة حبس الأنفاس الأخيرة لحظة نجح بها أسودنا معلنين انطلاق الأفراح في جميع أنحاء البلاد مطلقين العنان لأنفسهم وهم يحتفلون مع جمهورهم الكبير على وقع أغنية عاش الغراق ويحتفون على طريقتهم الخاصة بعد فوزهم بلقب النسخة الرابعة وخطف اللقب الأول في تأريفهم بهذه البطلة ترجمة نانسي قنقر